السلام عليكم متابعي دراما سبورت بالبداية ألف مبروك من القلب لمنتخب الجزائر الفوز بكأس العرب فوز مستحق لمحاربي الصحراء وهذا الاسم تحديدا اسم على مسمى محاربين بالملعب وعم بيقاتلوا على كلكرة صدقا يا شباب من الصعب اختيار لاعب محدد من منتخب الجزائر لا تحكي عنه او تقول بانه كان مميز جدا لان منتخب الجزائر كمجموعة كانت عم بتقاتل وكان عنده هدف وحيد فقط واللي هو الفوز الفوز باللقب لهيك صعب تحكي عن لاعب واحد بس ان كنتي ناسي حفكرك بياسين ابراهيمي اللي كل ما لمس الكرة كنت تشعر بالخطورة يوسف البلايلي اللي أسرك بالهدف العالمي اللي سجلوا يعني هدف خيالي ولا يكرر رايس نبول حي الخبرة بغداد بنجاح المقاتل جمال بالعمري الصنديد بالفعل منتخب ترفع له القبعة باختصار شديد وبطبيعة الحال ما لازم ننسى ما لازم ننسى نقول هاردلك لمنتخب تونس استحق الوصول للمباراة النهائية وتجاوز المنتخب السوري وخسارة المنتخب السوري طبعا نحن حققنا الفوز على منتخب تونس إن كنت ناسي حفكرك بطبيعة الحال هاي الخسارة تجاوزها منتخب تونس بشكل سريع وحقق الفوز على الإمارات وبعدها على سلطنة عمان وبعدها على مصر ووصل للمباراة النهائية وقدم شرط أول جيد قدام المنتخب الجزائري لعيبة مميزين شفنا منتخب تونس مع حنى بعل وسيف الدين الجزيري بصراحة مستقبل رائع للمنتخب التونسي ممكن السلبية الوحيدة بان اتلقى اكتر من هدف من خارج منطقة الجزاء يعني حوالي 90% من الاهداف اللي اتلقاها منتخب تونس كانت من خارج منطقة الجزاء بسبب سوء تغطية لعيبة خط الوسط فبالتالي هاي المشكلة الوحيدة اللي كانت موجودة بمنتخب تونس منتخب الجزائر بطبيعة الحال لعب بالقتالية لعب بالمهارة لعب بالخبرة وحقق الفوز بكل جدارة طبعا ما لازم ننسى نحكي عن الفائز بتوقع المباراة النهائية الاخ اسامة حمويا خال بعضوية او بحساب حمويا خال توقع صح والنتيجة بالضبط يعني انا توقعت نتيجة اتنين صفر فوز منتخب الجزائر لكن هو حكى عن المباراة بالضبط ان راح تخلص صفر صفر وراح تنلعب بالاشواط الاضافية ويحقق منتخب الجزائر الفوز بنتيجة اتنين صفر فبالتالي بصراحة اخترت هذا الشخص على بقية الاشخاص اللي توقعوا النتيجة بشكل يعني عادي اتنين صفر لمنتخب الجزائر لكن هذا اللي انا بصراحة طلبته انك تكتب النتيجة بالضبط كيف ممكن تصير شخصين جاوبوا لكن الاخ اسامة هو من التوب فانز ففضلنا على الاخ زغير والاخ اسامة اختار مبلغ رمزي بصراحة على التقم لذلك الامور سهلة ان شاء الله ان شاء الله بتوصلوا من مدينة حما كل التحية لأهالينا بسوريا وبمدينة حما وبكل الوطن العربي قومنا يا شباب بهذا الفيديو راح نحكي عن المبالغ المالية والضخمة اللي يعني حصلوا عليها المنتخبات العربية المشاركة ببطولة كأس العرب مبالغ خيالية راح تكون مصدوم بهاي المبالغ بصراحة وابل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى اذا ما عم توصلك الاشعارات تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل اكيد من دون شك بطولة كأس العرب مثل ما حكينا يعني ببداية الفيديو بان بطولة مميزة شفنا فيها كل المنتخبات العربية مشاركة بطولة تنظيميا من ناحية الملاعب ملاعب كأس العالم الكاميرات كل شي كل شي كان فيها رائع من دون اخطاء بس صدقا يا شباب كل هالمميزات وكل هالميزات يعني اللي عم نحكي عنها ما كانت راح تصير لو كانت المباريات حبية يعني تعرفوا نحنا العرب كتير منحب بعضنا لو كانت المباريات حبية او ودية او مباريات خيرية فصعب جدا نحكيها بكل صراحة وبالتالي كانت الامور راح تكون معقدة وممكن تلاقي منتخبات ما راح تشارك بها البطولة حتى بالصف التاني لكن لما صارت المبالغ المالية موجودة فكل المنتخبات شاركت حتى بالصف التاني من دون محترفين ما بيهم اهم شي نشارك لان مجموع جوائز بطولة كأس العرب 20 مليون دولار بتوصل ل20 مليون دولار مبلغ خيالي وهون يا شباب راح نحكي عن المنتخبات اللي اساسا ما تأهلت من دور المجموعات يعني منتخب سوريا منتخب فلسطين منتخب العراق السعودية الموريتانيا كل هالمنتخبات البحرين كل هالمنتخبات ما تأهلت من دور المجموعات هالمنتخبات حصلت على 500 ألف دولار كل منتخب حصل على مبلغ 500 ألف دولار يعني نصف مليون دولار مبلغ خيالي مبلغ ما نو سهل انت عم بتشارك بالتصفيات الاسيوية عم بتشارك بطولة كأس اسيا ما بتحصل على هذا المبلغ لكن بكأس العرب حصلت على مبلغ نصف مليون دولار لمجرد تواجدك بدور المجموعات وهلا يا شباب بعد ما انتهينا من دور المجموعات المنتخبات اللي وصلت للدور ربع النهائي وخرجت من الدور ربع النهائي حصلت على كم؟ منتخب المغرب منتخب الأردن منتخب الإمارات ومنتخب سلطنة عمان على 750 ألف دولار يعني بالزيادة على دور المجموعات ب250 ألف دولار بمجرد وصولك للدور ربع النهائي يعني نحن لو فزنا على منتخب موريتانيا كان رح نحصل على 250 ألف دولار زيادة عن المبلغ اللي حققنا هو 500 ألف دولار يعني مبالغ خيالية أما المنتخبات اللي وصلت للنصف النهائي والنهائي فحدث ولا حرج رح نحكي عن المركز الرابع ليش لعبوا مباراة تحديد مركز ثالث ورابع لأن المركز الرابع مبلغه مختلف عن المركز الثالث بالمركز الرابع منتخب مصر حصل على مليون ونصف دولار يعني بصراحة مبلغ كمان خيالي لكن الفارغ بينه بين المنتخب القطري لمجرد أن ضيعوا ركلات جزاء هاي تضيعة ركلات الجزاء كلفت المنتخب المصري نصف مليون دولار أي أن منتخب قطر حصل على 2 مليون دولار لتواجده بالمركز الثالث وهيك يا شباب بعد ما حكينا عن المركز الرابع والثالث المركز الثاني بيحصل على 3 مليون دولار أي منتخب تونس 3 مليون دولار طيب المركز الأول على كم المبلغ 5 مليون دولار 5 مليون دولار أي أن الأهداف اللي جابها منتخب الجزائري بالأشواط الإضافية حقها مليونين دولار مبالغ 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 يعني وفوارق بالمبالغ رهيبة جدا بمجرد وصولك من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي مبالغ محددة بوصولك للدور نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع مبالغ معينة وبوصولك للمباراة النهائية وفوزك باللقب كمان مبالغ محددة وكبيرة المبالغ بصراحة يعني يشكروننا على هاي المبالغ لحتى نشوف بطولة ونشوف منتخبات عم بتشارك لأن دائما لما كانت البطولات حبية أو ودية أو ما فيها هالمبالغ الضخمة ما كنت بتشوف كل المنتخبات عم بتشارك أو ما كانت مهتمة أساسا بالمشاركة والسؤال الأخير بهذا الفيديو وين رح تروح مبالغ المنتخب السوري 500 ألف دولار نحن مالنا علاءة بمبالغ منتخب مصر منتخب الجزائر منتخب تونس كل هالمنتخبات بيعرفوا يتصرفوا فيها نحن بسوريا وين رح تروح هاي المبالغ يعني 500 ألف دولار نحن حاصلين على 500 ألف دولار ومالا علاءة لا بقيصر ولا ميصر ولا اللي بالدكية مبالغ بتوصل لللجنة المؤقتة وتوصل للاتحاد كرة القدم هل يا ترى رح تكون فيه شفافية ورح نشوف فيه انفاق على البنية التحتية أو على المنتخبات أو على راتب المدرب يعني فيك تغطي بال500 ألف دولار راتب المدرب تيتا لشهر أربعة لشهر ستة وعلى المرتاح فيك تعطي مكافآت لللاعبين على الفوز بمباراة تونس وفرحة الجمهور السوري وفرحة الشعب السوري مبالغ جيدة ومكافآت جيدة لحتى كل مرة يتشجعوا ويلعبوا مع المنتخب ويحققوا الانتصارات ويحققوا الفوز فيك بهالمبالغ تعشب لك شيء أربع خمس ملاعب بشكل جيد تعمل لك صيانة بهالملاعب تشتغل بطريقة محترفة أنا بهذا الفيديو فقط عم بحكي وين رح تروح المبالغ إلى الآن مجرد سؤال لكن بعد شهر شهرين أكيد رح نحكي عن تفاصيل هالمبالغ وكيف رح توصل وشو رح يصير فيها بسبب هاي الفقرة نوع من المراقبة بتمنى من الإعلاميين الموجودين بسوريا لما بيعملوا لقاء مع شيء مسؤول يسألوا عن مبلغ الخمسمائة ألف دولار وين رح يروح وشو رح يصير فيه بتغني أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة